لا وجود لشيء اسمه حكومة أغلبية في العراق ولن يكون هناك شيء اسمه حكومة أغلبية في العراق لماذا؟ حكومة الأغلبية في العلوم السياسية هي حكومة تتشكل من حزب واحد يستطيع أن يحصل على أما 50% أو أكثر أو أقل من 50% ولكن يحظى بدعم من بعض القوى السياسية داخل مجلس النواب من دون أن يعلان تحالف لا وجود لهذه الصيغة في العراق الصيغة في العراق هي يعني ما هو مطلوب يعني ما يقول به السيد مقتدى الصدر أو ما يقول به التحالف الثلاثي هو حكومة ائتلافية مصغرة وليس حكومة ائتلافية موسعة بمعنى حكومة ائتلافية تتكون من ثلاثة قوى وليست حكومة ائتلافية تتكون من ست أو سبعة أو ثمان قوى بالتالي نحن ما زلنا أمام حكومة ائتلافية نحن ما زلنا أمام حكومة توافقية هذا من حيث المصطلحات السياسية دعنا عن طبيعة يعني الانشاءات التي تستخدم في العراق الأمر الثاني المهم أنه هذا الربط الميكانيكي بين الحكومات الائتلافية والفساد أو سوء الإدارة أيضا هذا ربط ميكانيكي لا معده ارجع إلى النظام السياسي في بلجيكا دكتور أستاذ نجم نعم النظام السياسي في بلجيكا نظام توافقي وهو دائما ما يتشكل من أحزاب يعني وقوى سياسية مختلفة تتفق فيما بينها على تشكيل الحكومة لكن لا تسمع بوجود فساد في بلجيكا ولا تسمع بوجود سوء إدارة في بلجيكا لهذا هذا الربط الميكانيكي بين الحكومة الائتلافية والفساد وسوء الإدارة أيضا هذه بدعة عراقية لا وجود لها خذ ماليزيا على سبيل المثال الحكومة في ماليزيا أيضا حكومة ائتلافية توافقية مكولة من ثلاث قوى سياسية يعني ممثلة لثلاثة قوميات مختلفة لثلاثة فئات مختلفة ولكن لا وجود لفساد في ماليزيا ولا وجود لسوء إدارة في ماليزيا إذن المشكلة الحقيقية المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة مرتبطة بطبيعة هذه القوى السياسية بالإشكاليات المتعلقة بآليات مكافحة الفساد متعلقة بطبيعة النظام السياسي وليس بطبيعة الحكومة لهذا التعكز على أن هذا الفساد وسوء الإدارة هو نتاج مباشر وميكانيكي لطبيعة الحكومة الائتلافية هذا لا معنى له